ما تخافش على الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي فعلا عنده هذا القدر الهائل والمفتوح من منقشة أموره بكل حيادية وأمانة وحرصة على المصلحة العامة عشان كده فيه كلام كتير ب بعضمة لسانه لما الحلو ما يكملش الحقيقة مباراة مبارح من المباراة الحلوة أداء الأهلي فيها حلو السرعة والانتشار والإيجابية والفرص الكرة سريعة والإيقاع جميل والجمهور كان منتاشي جدا لكن زي أي حاجة اللامسة الأخيرة ما سجلتش والقاعدة اللي بقيت ثابتة عنده كل الناس لما تضيع تستقبل وكأنه فعلا ده عقاب الكورة لما تفضل تسيطر وما تحققش اللي انت عايزه من الطبيعي ان انت تستقبل تستقبل ولما بتستقبل بتستقبل هدف من ضربة رقنية هي الضربة الوحيدة لسيراميكا في المباراة وده زي ما يحسب للعيبة سيراميكا يحسب على لعيبة الأهلي لأنه كمان قطح لهم 15 ضربة رقنية لكن لما تبص على أرقام السيطرة والاستحواز للأهلي في المباراة من أفضل المباريات للأهلي في الإيجابية وفي السرعة وفي الانتشار وفي دقة التمرير تقريبا نسبة التمريرات السليمة 84% والاستحواز تقريبا تلاتة وسبعين أو خمسة وسبعين وهذا اللي بقوله لك ولذلك اللي يقدر يعمل هذا الأداء أستاذ إبراهيم مش لعيبة ما عندهاش حاجة لعيبة عندها القدرة وعندها المهارة وعندها الوعي وعندها كل حاجة ناقص التركيز وفعلا زي بقولك مين اللي قال السربعة مين اللي قال الفرقة كانت متسربعة دي عملية فقدان ثقة عايز أجيب الجنب بقى بسرعة فبلعب الكورة مش في القرار أو في اللحظة المناسبة يقدر يا تردد فيها يلعبها وهي مش نطجة أو إننا المفروض بخدش خرص صح بدل ما مره رشوت أو بدل ما شوت أخاف أروح ممره إذن عدم الصحة بيؤدي إلى القرار الخاطئ هي دي مشكلة الفريق اللي قال دلوقت لأن في فرقة الماتش اللي مكسيم نوش بتاع فيوتشر تلاتة وتلاتين كرة عرضية واستحواس كان مرعب زي الماتش ده يعني هو الماتش اللي قابل ده هو اللي كان وحش إنما الحقيقة إن وده اللي يخليك يعني أنا تملي بخاف من هزيمة المستوى مش هزيمة الظرف يعني إمبارح تعادل يعني وبعدين عايز يقول حاجة إحنا سنتيمترات يا أستاذ إبراهيم عمالة تحول بيننا وبين المكسب كم جن يقول لك أصله روبات الجازمة أصل شنبو أصل أفصاي الدرامات الجزائق ما تحسبش ففيه زروب بتساهل على المنافس ومسألة التسهيل على المنافس ده بيضغط عليك طبعا بيضغط عليك طبعا لكن أنت برضو يعني يعني هم يعني إزاي ماتشات دي بتروح مننا ربنا مش رايد وحنقول إن في تصرع عايزين بقى إيه نوصل لعبيتنا إنها ما تتصرعش خلينا بقى نبقى مصلحة جيين ما تيجين نبقى محترفين إحنا واللعيبة الإعلام واللعيبة والجماير واخد بالك وقابلنا طبعا مسؤولين ما تيجي نشوف مصلحتنا فيه عندنا مشكلة عندنا مشكلة لإنما بنخشف دا يلمت شاف الكرة دي مثلا دا لو جي جون كان بقى عالمي شمال صاروخ يبص ويدوبك أقل من نص يارضة برضو من الحلول المعطلة يعني خلي بالك يعني خلول المعطلة لا مش معطلة مبارح كان فيه جربعة خمس شوطات هاني شاط وهو شاط وكذا حد أهو يعني سيبك إنها طائشة لكن القرار بإنك تشوت واضح إن فيه تعليمات بكده تشعر إن فيه تعليمات الكرة دي مثلا يعني أنا عيب بس هنا بعيب على حاجة واحدة بقى أنا ما سيبش واحد يجري لوحده ما هيعمل إيه أنا مستنيه ياخد حل فردي إنه شوط عجوت ما تجري جمه وتسهله القرار يعني الكرة دي لو فيه حد متابعي ممكن كان يقدر إيه بجوك واخد بالك فلازم تجري لآخر ثانية دا دا حسين عمل مطش كبير يعني الحياة حسين ومحمد هاني الاثنين وده مهم إن اللعيبة كتيرة بتحاول ترجع لمستوات يبتدي ترجع لمستوات إنت داخل على كاس العالم الأندية أستاذ إبراهيم محتاج إن اللعيبة تاخد ثقة تعالوا يا جماعة نجرب نأجل غضبنا شوية هل ممكن نأجل غضب ده شوية ولا حتبقوا زعلانين مننا اللي بنقول هذا الكلام عندكم حق خلاص عندكم حق مية المية بس تعالوا نتفق إن دا يعني هادي ماس كورة رائعة عندنا عندنا يعني تعالوا نتفق مع بعض وعايد أقول اللعيبة كمان ما تقولوا كمان تنسوا شوية الحساسيات اللي موجودة عندكم دي ونرجع للشغف بتاعنا ونرجع تاني نكتسب سخة جماهيرنا ونرجع تاني نكتسب سخة مدربيننا ونعرف إن عملية التدوير بلاش دعوة بإن أنا كويس ولا وحش ونعرف إن نبتدي نقرأ فكري مدربنا وننفذوا إنتوا كنتوا كويسين مبارح بس التوفيق وعدم التوفيق مبني برضو على حاجات تخصنا لإن عندك ثقتك بنفسك عندك هدوءك النفسي كنت هتقدر تكسب المطش ده بسهولة تعمل كده وجمهورك والله أنا متأكد والله جمهورنا بيتلكك إن اللعيبة تقف على رجلها بس من زعلها ساعات غضبها بيوتر اللعيبة هنقول للجمهور معلشي نأجل غضبنا شوية علشان شوتينج كل دي قرارات كنا بنفتقدها في المطشات اللي فات عايزين يا جماعة نبتدي نجرب طريقة جديدة الفطرة اللي جاية ونقف مع فرين فين فين الاهلي بما نحضروا فين الاهلي بلاس تسعين وفين الاهلي الدوري الاهلي والدوري مش هيروح وبنروح بالدم الدوري مش هيروح الحاجات الحلوة دي ما إحنا ليرا من الفوطة بدري الدوري اللي فات الدوري فات له ظروفه كنا عايزين نراح الفرقة ونعمل كده واعتقد إن ده يعني كان له إيجابياته في بداية الموسم تعالوا برضو نقف مع الفرقة تعالوا إن نبتدي صفحة جديدة كلنا بمناسبة العام الجديد وبمناسبة إن إحنا الوقتي دخلين كتف بكتف مع المنافس بتاعنا ده جون جميل جداً سنتيمترات أفصاك واخد بالك الله أعلم هو أفصاد ولا لأنه في القصام لكن على طول الشك يفسر ضدك أنت ضربات الجزاء تفسر ضدك أنت بص هاني مثلاً دي ولعبة كويس ولعبة كويس تعامل كام أوفر بالمقاسي يعني الراجل ده يستحق التشجيع مؤكد لإن إحنا محتاجينه جداً دلوقت طبعاً ولعيب عنده المهارة وعنده الرشاقة والسرعة وعنده المهارة وراجل محترم وما بيتكلمش وما بعملش حركات بلدي يعني تعالوا نقف مع لعبتنا يا جماعة ونجرب خلينا شوية تيجي علينا شوية تعالوا نتك على نفسنا أيها الغاضبون وعندوكوا حق مرة واثنين وثلاثة تعالوا ندي الثقة لفرقتنا وبلاش ندي من يكره الأهلي أقول ده مثلاً الهدف السلاح لي بيتمناه ده بون بص كلهم واقفين يعني أربع لعيبة قدام الشناوي عشان يمنعه هو طبعاً دي إعاقة مش هيوصلها صحيح مشروع لأنه هو وقف نفسه كتاكتك قدام الحارس في حاجة بالرؤية يعني لو الشناوي غلطه مطلعش كان جابه أه أبو الضبط هو وقفين بحيث ما يمكنهوش أنه يوصل للكورة ويمكن كولر عشان كده كان حريص أنه هو يعني يبرع الشناوي من مسؤولية الجن قوي لازم هو في حد متابعين لازم لازم كل كورة تتوقع أنها هتجي لك خلي الإصرار موجود عندك باستمرار ما أنتش عارف الكورة أهو شوطة حلوة جداً شوطة حلوة جداً من أفشة سنتيمتراً هادي نشجع اللعيبة أنها تكرر هذا الكلام سنتيمتراً وأنا أعتقد أن بالأداء ده نقدر بإذن الله نحاق أنا أقول لك المباراة حلوة يعني خسارة أنك أنت ما تكتبش مطلس زي كده بسكور كويس إن تعمل الأرقام دي في أي ماتش فرقتنا يعني ممكن يجي من هندعم عشان ما تقولوش إيه حيمهدوا بعش ما يدعموش بإذن الله فيه تدعيم أو فيه سعي قوي جداً للتدعيم بنقرب وربنا سهل يعني فيه رغبة قوية أنك تدعم بصفقات كويسة ما فيش حد حيبخل على إصلاح فريق اللي قات لكن كمان ما هواش ذرات بتفتحه وتقفله يعني بناء الفرق صعب خلي بالك أنك تلعب عشان ما تخسرش غير أنك تلعب عشان تكسب أنك تلعب عشان كور دي كلها يعني فيه إيجابية ده التغيير كان في الدقيقة فيه لعيبة لسه ما جابتش مستوها فيه لعيبة لسه ما جابتش مستوها وهو ده كويس لأن يوم ما تجيب مستوها كمان الفرقة تعلق عن كده طيب الأرقام بتاعت المباراة يا جماعة يعني الاستحواز 73% للأهلي و 27% للسيراميك بس انتم متخيلين أنه واصلا التمريرات الصحيحة طيب نشوف الهدف شوفوا كورة دي كمان يا دوبك لمسها برجل يعني ما هو على قولك برضو كريم فؤاد كون انه يقاتل لغاية بص باستمرار مش سيك و دي روح قوية وقتال و ربنا كافه مهم اهو الهدف و ضربة جزا وتنفيذ هاي حتى المخرج قاعد يعيد هالو تفضل 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 لأن كان فيه كلام من ديتا عايزة طارد مش عايزة انظار يعني و ملك الحلول يعني الحقيقة يا جماعة طبعا 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 غاضبوا جدا من النتيجة طبعا دين برع عرضتها قناة الالي مع الزميل الكابتن اسلام الشاطر من الدكتور احمد سابت طبعا تلاتة وسبعين في المية استحواز الالي سبعة وعشرين اللي يهمني هنا دقة التمرير لأنه مشكلة ماتش فيوتشار وماتش سموحة كان المس باس كتير قوي طبعا انت ارضية الملعب كويسة جدا الراجل نفسه كان مبسوط من ارضية ملعب الساد القاهرة فانت عندك نسبة دقة التمرير مبارح اربعة وثمانين في المية بالاضافة لارضية الملعب السادس ابراهيم لما بتتحرك بدون كرة بتسهل لزميلك ان باس صح انما المحاولات على المرمى انت عندك اربعة وعشرين محاولة منهم عشرة على المرمى التارجت اه في مقابل ستة الاثنين ما انا بقول لكم بصوا الارقام دي مبارا ما تخلصش بالتعادل العرضيات المرمى الركنيات انت عندك خمستاشر ركنية مستفدتش منهم ستة وثلاثين عرضية ابراهيم واحدة فقط ستة وثلاثين كرة عرضية والماتش اللي قبل اللي فات اربعة وثلاثين كرة عرضية اه يعني في محاولة اه ولكن بيجيلك ماتش في النص يخليك تتدايق وتسحب الصقة واخد بالك يعني الحقيقة يعني دي مباراة بارقامها بجمالها يعني ماتش اسموها وصارة ان تخلص كده لكن المهم فيها هي يا جماعة انه فيها ايجابيات كتيرة يدبني عليها ايوة انطلق من الايجابي انت وصلت للشكل الكويس وصلت للانتشار السليم وصلت للروح العالية في الاداء وصلت للسرعة والانتشار كلها امور فنية ومعنوية كويسة ما تخليش حد يروح جرك لمرحلة الاداء السلبي جدا اللي كان مع اسموحا او اللي كان مع فوتشا لا انت عملت مباراة دي مباراة افضل بكتير من اللي انت عملته قدام الاتحاد السكنداري لما كسبت ثلاثة انبارح انت افضل من مباراتك مع الاتحاد لا مباراة لو كنت كسبتها والتاني كسبت ثلاثة يعني السنتيمترات دي بجون برونو سافيو كنت هتطلع كاسباه الناس كنت هتبقى مبسوطة جدا لكن ليه ده حصل ليه ده حصل